وفي ملف ذي صلة بمآسي النزوح وصف الخبير الأمني مخلط حازم مخيم الهول في سوريا بدولة صغيرة لتنظيم داعش الإرهابي لصناعة جيل جديد من حملة أفكاره المنحرفة في وقت تتفق تقارير دولية على ضرورة استعادة الدول لمواطنيها الإرهابيين ومحاكمتهم وفق قوانينها كخطوة متقدمة لتفكيك خطر الهول السورية وقال حازم أن الهول مقسم إلى ثلاثة أجزاء الأول يتواجد فيه العراقيون والسوريون وآخر يتواجد فيه الأجانب من مختلف الجنسيات الغربية والاسيوية فيما الجزء الثالث يحتوي على الجهاديات من النساء وهو الجزء الأخطر حيث يقوم هؤلاء النسوة باستهداف وتصفية كل من يخالف تعليماتهم وأضاف إن المخيمة يعد قنبلة موقودة تهدد العراق وسوريا والعالم مشيرا إلى برنامج الحكومة العراقية لإعادة المواطنين المتواجدين فيه لكن وصول أعدادهم إلى 27 ألفا يزيد من صعوبة المهمة سواء في التدقيق الأمني أو التأهيل النفسي قبل إعادة دمجهم بمجتمعاتهم الأصلية